السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبركة لسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم في قناة وصفة طبخ وموضة مع خديجة اليوم إن شاء الله فيديو جديد كيف العادة اليوم أخذي نحضر معكم في كاتشوكولة بطريقة جديدة كجيراقية وبمضاق لا يقاوم سهلة تحضير ومقادير جد بسيطة وسهلة كنتمنى أنها تنال إعجابكم دوسمعي المقادير وطريقة تحضير فبالنسبة المقادير سنحتاجون هنا 4 ديال البيضات لحجم متوسط سنحتاجون قبصة الملح بطبيعة الحال بالنسبة السكر سنيدة أو سكر حبيبات فهنا استعملت 300 جرام ما يعادل تقريبا كأس ونصف سنيدة مهمة سنخلطه سنستعمل أنا غير الخلط يداوي نحرك مزيان سوف البنات هنا غادي نزيد واحد ظاني ديال 7.5 جرام سنحتاج جوج ديال الشاصيات ما يعادل 15 جرام هنا يزد كأس ديال الزيت وغادي نحركهم كذلك غادي نحتاج هنا كأس ونصف ديال الحاليب وغادي نحرك كذلك سوف البنات سوف نضيف هنا عندي كاكاو كاكاو المر أو كاكاو الخام سوف نصفيه ضروري البنات سوف نصفيه ديال الزيت لس ديال معالق كبار فهي كافية بالنسبة لكيك ديال الحجم الكبير سوف نصفيه البنات كما تشوفه وبعد ما ضفت الكمي ديال الكاكاو ديالي ديال بغادي نحرك فيها أو نخلط فيها من الأسفل إلى الأعلى سوف نزيد دقيق ديالي تكون من جودة عالية هنا أنا غادي نستعمل 500 جرام شوفونتو ما لحسب الدقيق ديالكم فإلى كان كيشرب فرا غادي تشوفو سوف نزيد الخمارة غادي نزيد الخمارة وغادي نزيد الخمارات وغادي نزيد الخلط وهنشومه معنا موسيقى 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 المترجم للقناة 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 تكونوا مخرجين انه ياخذ حرارة ديال المطبخ باش مني تكونوا كتخويوا يعني ما يطير عليكم الكراميل اللي يحفظوا ويحرقهم فمن الاحسن يكون شوية سخون ما يكونش باد بزاف وصافي ونبقا ونحرقو نخليوا ثلاثين ثانية فوق البطن بعد ما نضيفوا لي داك دانون ديال الفلوم وصافي وها هو غادي كون الكراميل واجد ديالنا سوف نحطوه في واحد زلافة وغادي نخليه حتي يبرد او حتي يصبح لنا كراميل حانتوما كما كتشوفوا البنات هذا هو الكراميل ديالي سوفي هاي الكيكا طابت لي كما كتشوفو دابا غادي نهز هذا العويد هذا او لأي عود عندكم فغادي نبدا نشقبوه في الكيكا ديالنا على هات الشكل كما كتشوفو وصافي وغادي نبدا نعمر داك التوقوب بالكراميل اللي صايبنا مع باديتنا غادي نبدا نبدا نخويف داك التوقوب لهات الشكل كما كتشوفو حتي يعمره من الاحسن لما تحطو الكراميل يعني في تلاجخ اللي هو غير غير برا وفهو كيجيل داك كما كتشوفو كنصحكم بهات طريقة ديال الكراميل فهي ناجحة مئة بالمئة سوف نبدا نعمر في ملات طريقة وندزو نحضر الكريمة فبالنسبة للكريمة او الطبقة النهائية فهنا غادي نحتاجو ثلاثة ديال كيسان ديال الحليب ما يعادل نصف اطر ديال الحليب او نصف لتر من الحليب غادي نضيف هنايا سانيدا ما يعادل نصف كأس ديال سانيدا او فكر حبيبات فعو ثاني غادي نحتاجو الناشا عندي هنا يجوج معلق كبار ديال ناشا غادي نضيف هنايا جوج معلق كبار ديال الكاكاو الخام سافيو غادي مدان نخلطو وغادي نحطوه فوق البوطة سافيو البنات كما كتشوفو بعد ما حطيتو فوق البوطة فهنايا سافي بديش كم بدكيع قدلينة كما كتشوفو عام شوما كما كتشوفو بدكيع قدلينة سافيو البنات هنا يجا بغادي نضيف عليها الزبدة مع القادية الزبدة باش كتخلي ان الكريما ديالنا او لطبقة نهائية تكون لامعة فعلا بغيونس سافيو بعد ما حييتها في البوطة غادي نزيد عليها هات الشوكولات عندي هنايا مئة واربعين جرام ديال الشوكولات على هات الشكل ممكن لكم يعني تستعملو هات الشوكولات ولا تستعملو شوكولات اقبال او لاي شوكولات من نوعية جيدة سافيو غادي نبدأ نحط في الطبقة النهائية او الكريما ديالي فوق الكيكا سافيو غادي نضيف عليها اقبال او لطبقة نضيفها سافيو بهات الشكل غادي تكون الكيكا ديالنا مواجدة مهم البنات بانها تزينك يبقى اختيارين ممكن لكم تزينوهم بهات الشوكولات ممكن لكم تزينوها بشوكولات محكوك من الفوق او لا يعني تزينوها باش ممكن مهم البنات كما كتوفوها داو الشكل نهائي ديال الكيكا ديالنا كنتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها في البويت ديالكم الى اعجاباتكم ما تبخلوش علينا بلايك وتشتركو في القناتي لما كنتوش متشتركين وتخليوني لنا تعليق صحة الفيديو عن الاراء ديالكم واقتراحاتكم بالقناة كنبغيوكم بزاف الى الفيديو الماجي ان شاء الله